وفي خبر آخر كشف المدير العام للصندوق الوطني لتعاون الفلاح شريف بن حبيلس عن تعويض ما لا يقول عن 13 ألف فلاحة يحوز على عقود تأمين خلال سنة 2022 ما يمثل تعويضات تقدر بحوالي 7 مليار دينار وكذا بن حبيلس أن العجال معالجة ملفات التعويض قد قلصت من أجل التمكن من الاستجابة لتطلعات الفلاحين مبرزاً أن مستوى التعويض الفلاحية مرتبط بالأقصاد ونوع التأمين وأوضح المدير العام للصندوق الوطني لتعاون الفلاحية بخصوص نسبة تغطية تأمين المستثمرات الفلاحية أنها تتراوح ما بين 24 و25% وصفاً إياها بالضعيفة جداً دعياً فدت السياق إلى ضرورة وضع جهاز للكوارثة الفلاحية وجعل التأمين الفلاحي إجبارياً من أجل إشراك الفلاحين في تسيير المخاطر